أعلنت إيران أنها أسقطت مسيرات عدة وأنه ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي على البلاد وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية إن مسيرات عدة أسقطت بنجاح من جانب دفاع الجوي للبلاد ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا ترجمة نانسي قنقر